بسم الله الرحمن الرحيم محاضرة النهاردة بعنوان البيجمينز اند الجندس. محاضرة النهاردة هنتكلم فيها عن انواع البيل بيجمينت وازاي بنتكون البيل بيجمينت هنعرف الجندس هو ايه وهنعرف انفرق بين انواع الجندس المختلفة. البيل بيجمينت دي الهيموجلوبين. بعد ما بتخلص بتاعتها بتدخل على اللي هو وبتدي يحصلها في السيستم ده. ونتيجة للهيموجلوبين بيخرج من الهيموجلوبين بارد. ده عبارة عن امين واسد بيروح يتخزن في الاماكن بتاعت الامين واسدز بول. بينما الهيم بارد في جزئين ايرن اند مادة هنتكلم عنها دلوقتي الايرن ده برجع خزنه سيباريتد اند ستورج جوه الليبر وي البون مارك. طيب الريمينينج بارد من الهيم بعد ما انا خرقت منه الايرن بيتحول الى مادة جرين بيجمند اسمها البيلي فردين. مادة البيلي فردين بيحصل لها الى يلو بيجمند اسمها البيلي روبين. بعد كده بيسيبوا وتدخل على وتمشي فيه البلازمة في شكل حاجة اسمها الفري بيلي روبين. طيب في البلازمة الفري بيلي روبين ده بيتشال هو كلمة فري بيلي روبين هو فري. لكن بس مجارد انه في وسيلة نقل بتنقله هو الالبومين. فبيتحول اسمه الى هيم بيلي روبين او فري بيلي روبين او ليه اسم دالت اسمه البيلي روبين او ليه برضو اسمه رابع اسمه انسلبل بيلي روبين. وهو بيبقى موجود دالت شف بارد اللي البيلي روبين في البلازمة. وكانت فلتريتد من الكيدني لانه مقدرش يعدي البلازمة بريين باريير. طيب. الالبومين بريفينت البلروبين من يحصله فلتريشن عن طريق الرينا او سربرال كابلرز. بعد شوية الفري بيلي روبين او الانداءل بيلي روبين او الهيم بيلي روبين او الانه الاسم الربع لانجل وكونجيوكاة بيلي روبين. الليفر بيعمله ري اوبتيك اكتفلي. ليفرسل بيعمل له ري اوبتيك اكتفلي. وديتاج منه الالبومين والالبومين يرجع ليه البلد تاني. طيب. هياخد البليروبين من الالبومين ويعمل له مع حمض اسمه والجلوكورينيك اسد. ثمانية فالمية جلوكورينيك اسد اثر سابسة زي السالفات and others كمباوند. وتحت اه اه افكت اف انزيم اسمه يوم البليروبين داي يتحول الى حاجة اسمها او بنقول اسمه الديريكت سوليبول بليروبين. وده النوع التاني من البليروبين اللي هو بينتج من الكونجيوكيشن للبليروبين اللي اخدناه من الدم مع حمض جلوكورينيك اسد. فاصبح اسمه كونجيوكيت او اسمه كول بليروبين. وبيسموه دايريكت وسوليبول. وده كان باص البلد باريورز وكان يحصلوا من الكيدني. فعشان كده الكول بليروبين ده جزء منه بيحصلوا ويروح على البلد وممكن ينزل فيه الليورين. بعد كده بتاخد كول بليروبين بتاعها اللي موجود فيها كله وتدخلوا جوه الباي الكانر كيولاي بطريقة اكتيف لي ومن الباي الكانر كيولاي بينزل عن طريق الباي من ويدخل جوه وبعد كده يدخل جوه الارج انتستن. الكل بليروبين وانسن هو وصل الارج انتستن سبعين فيلمية منه بيشتعل عليه البكتيريا وبتحولوا الى مركب اسمه السيركو بلينوجين. الستيركو بلينوجين ده بينزل فيه الستول وبيتعرض اكسبوزد للاير اللي موجود في الاكسجين موجود في الار. بتعرض الاكسجين موجود في الاير. ويتحول الى مركب اسمه السيركو بلين. والسيركو بلين بيبقى لونه براون كالر وهو ده بيدي كاركتوريستيك براون كالر بتاع الاستول وجود الستيركو بلين. طيب. التلاتين في المية من التانيين من اليورو بلينوجين. مش هيتحولوا الستيركو بلينوجين دلوقتي. وما يحصل لهم ايه? يحصل لهم ريء ابزورشن. عن طريق البورتال فين. ويرجعوا للليبر تاني. ويحصل لهم ريء كسيكريتي تاني في بعد كده. يعني دخلوا في ما يسمى بالانتيروهباتيك سيركوليشن. وكده انا عندي انتيروهباتيك سيركوليشن بيحصل زي ما انتم خدتوها. وتاني حاجة في انتيروهباتيك سيركوليشن لنوع من اللي هو اسمه اليورو بلانوجين. آآ بعد كده في خمسة في المية من اليورو بلينوجين آآ باص من اللي يدخلوا ويرجعوا على البلد ويحصلوا في اليورين ويتحول اليورو بلينوجين لما بينزل في اليورون ووكسدايزت بالاير يتحول الى مركب اسمه يورو بلين ويديني اليلوش كالر بتاع اليورين. تاني نراجع بسرعة سريعا معلوماتنا بكسر فيه وطلع منها الهيموجلوبين. الهيموجلوبين ده فيه هيم وفيه جلوبين بارد. جلوبين بارد لما ينقصد بدخلها الى اماكن التخزين بتاعتها. نفس الكلام باخد الايرن من الهيم. وبعمل له ستورد فيه البون مارو. وليفر باخد البلوروبين. آآ بحوله الى آآ بحول بيديني حجمات اسمها البلوردين بتحول الى بلوروبين تدخل على البلد. في البلد انا بشيل البلوروبين بواسطة الالبومين. فيديني الهيم والهيم باللوروبين ده في الليفر. في الليفر بيحصل آآ لي واخد منه وطلع منه القلبة ونرجعه تاني للدم. يحصل ويتحول الى او قلنا عليه اسمه او اسمه ده او اللي تصنع فيه الليفر برضو جزء منه ويدخل على البلد يبانى كده في البلد عندي وعندي القول ده عادي ان هو لم وصل البلد ينزل بعد كده في يبانى كده عندي في كول وفي زي ما احنا هنقول ان جوه آآ آآ بعد ما بتاخد آآ بتوصله قوة سبعين في المية بيشتغل عليه ويحولوا الى مادة سابسة اسمها اليوروبيلانوجين اليوروبيلانوجين دي بتنزل فيه الستول في مادة اسمها استركوبيلانوجين تحول الى استركوبيلين دي كميتها من خمسين امتين وخمسين ملي جرام في اليوم طيب ببرا كده انواعها ايه? اه في البلازمة انا عندي هو الهيمبالوروبين. عندي جزء من بالابات بعد ما بتصنع دخل على البلاز و بينزل في اليرون. عندي خمسة في النمية منه بتدخل على البلازمة يبغى انا عندي ثلاثة انواع من موجودين في البلازمة. تب مين موجود في اليورن? ال بناقولنا ما ينفعش بما موجود في اليورن ل кстати بحصلوش خلاص من لكن اللي بينزل في هو الاتنين اللي كانوا موجودين في الفلازمة التانيين اللي هما اللي هو الاسطول السبعين في المية الاساسي بتوع الموجودين في الاسطول هما الاساسي الموجود مع جزء من بينزل برضو في الصورة دي بتوضح نفس الكلام اللي احنا قلنا عليه الاستيبس كلها اللي احنا قلنا عليها وننتقل للجزء التاني من المحاضرة اللي هو الجندس السلام عليكم الجزء التاني هنتكلم فيه عن الجندس تاني بنرجع الكلام ان ايه انواع بتاعتي اللي موجودة فيه البلازمة واليورين عند الستول الموجود في البلازمة اللي تشوف بارد الموجود في البلازمة هو الهيم بيلوروبين وفيه من الكل بيلوروبين وفيه برضو من الهيم بيلوروبين حوالي خمسة في المية طيب اليورين في مين احنا قلنا اتفقنا ان الهيم بيلوروبين ده كانت فلتريد من الجلوم ريولاي فما بينزلش في اليورين لكن الكل بيلوروبين اللي دخل البلط ممكن ينزل في اليورين فهلاقي كونجوكيته في اليورين كان فلتريد برضو من الجلوم ريولاي فبلاقيه في اليورين وبعدول اللي انا بلاقيهم في اليورين على فكرة الكل بيلوروبين كل ما بيزيد كميته في اليورين بيخلي اليورين يبقى ضار كيورين وتاني هنشوفه بعد كده في لأنواع الجندس. طيب بالنسبة للسطول اللي هينزل فيه السطول وزق منه بينزل فيه السطول. والأغلب سبعين في المية من الموجودة في السطول هي كانت يورو بدانوجين يتحول الى اللي هو هيتحول الى بداعة الستول. عايزين نعرف يعني ايه جندس. جندس ده ديزيز كاراكترايزد بان فيه يلو كالاريشن اسفرار فيه الاسكن والميوكس ميمبرينز وبياض العين اللي هي السكليرا اوفزي اي. كوزت باي انكريز البيتروبن في البلد اللي هو حمول عليه الهايبر البيتلونينيا في البلد. طيب هو كمية البيتروبن في البلد قد ايه? نور ملي ان البيتروبن في البلد. النور المال بتاعه من اتنين من عشرة تمانية من عشرة ميلي جرام يعني بنقول اب تو واحد ميلي جرام. طيب عشان يحصل جندس مفروض النسبة يتزيد لحد واحد ونص او اتنين ميلي جرام برسنت. عشان يحصل الجندس. انواع الجندس المختلفة بنقسمها الى تلات اجزاء. يا اما جندس بسبب هيموليسيز للاربيسيز فبنقول عليه هيموليتيج جندس. يا اما جندس بسبب ديزيز في الليفر فبنقول عليه هباتيك او هباتي وسليور جندس. يا اما الجندس النوع التالت بسبب اوبستراكشن حصل فيه الكومن بايل داكت او البلياري كنالز. وده بنقول عليه الابستراكشن جندس. نبتدي بقى نعمل ديفرنشيات بين التلاتة طائب من الجندس على حسب الكوز والباثوجينيسيز اللي يحصل في كل واحد فيهم. والعلامات اللي احنا او الصينس اللي احنا هنشوفها عشان نفرق بينهم. نشوف ايه في البلد ونشوف ايه في اليورين ونشوف ايه في الاستول. والكلينيكل بيكتشار بتاعة كل طائب فيهم. اول حاجة لو تكلمنا عن الهيموليتيج جندس. فبنقول اللي هيموليتيج جندس ما الاسمه هيموليسز. اي كوز يعمل ديستراكشن الاربسيز. سواء بقى كان الاربسيز ده زمانتو خدتوه كان بيعمل حاجة اسمها انيميا. ديستراكشن الاربسيز انيميا وانواع الانيميا ممكن تكون بسبب اي مشكلة في الاربسيز كان اكترها او اشهرها امراض السيروسيتوزز ده بقرات الدم الحمراء بدبقى شكلها السيروسايد بسبب مشكلة في بتاعتها. مش واخدها نفس الشكل بايكم كيف. وفي نفس الوقت عندي مرض الثلاث سيميا كانت مشكلة في الهيموجلوبين يا بسي نوع من انواع في الهيموجلوبين كان فيه منه الفة ثلاث سيميا وبيتا ثلاث سيميا. هي النوع بقى بيحصل فيه الاطفال اكتر حاجة حاجة اسمها اللي انتو خدتوه في البلد قبل كده بسبب نقل الدم من ام ار اتش اه نيجيتف مادر مارد تو ار اتش بوزيتف فازر فالبي بيكان ار اتش بوزيتف بيتنيقل لها اه بيعمل لها انها هتكون اكسام مضادة والاكسام المضادة دي بتتنيقل عن طريق البلسنتا مش الفرست بيبي للسكن بيبي تبتدي تعمل مشكلة عنده يحصل الاربسيز فبيتولد وهو عنده آآ سيفير الهوموليسز وعنده انيميا وعنده آآ جوندس اللي احنا هنقوله دلوقتي طيب آآ الهيباتيك جوندس الكوز بتاعه من اسمه كده هو آآ سببه مشكلة في ديزيز في الليبر ممكن يكون ممكن يكون ممكن يكون تلايب في الكبد بعض الدراكز بتأثر على الليبر الكوز في هو ممكن تكون ممكن تكون ممكن تكون ممكن تكون ممكن تكون آآ او اللي هي بنقول عليها ممكن يكون او ممكن يكون في في الهيد او تبين كرياس بتبقى عاملة او عاملة آآ افلاء الكومن بايل داكت خالص وفي نفس الوقت عاملة بريجر ضغط على الكل الليفر من ايه سلز الموجودة عايزين نعرف بقى الباتوجينيسز اللي بيحصل في كل طيب من الطيب بتاعت الجوندس. الهيموليتيك عايز اعرف ايه اللي بيحصل في الهيموليسز بالزبط. في حالة الهيموليسز هيزيد الهيموجلوبين والهيموجلوبين هيروح الهيموجلوبين ويكسر الهيم عند جلوبين بارتز اما انتم عارفين ومن الهيم هيزيد تصنيع او الفورميشن او البيلروبين اللي من مقدرة الليفر على انو يعمله لي ابتيك. فيبتدي الهيم بيلروبين يزيد ويحصلو اكيميليشن في البلود ويزهر لنا ال اليلوش للاسكان والاسكليرا والميوكس ميمبريل. ولانو انا سألتكم ايه نوع البيلروبين اللي موجود في الدم في حالة الاميروتيتك جوندس هو من لي الهيم بيلروبين? زيادة الهيم بيلروبين للكترة اوي دي الليفر طبعا اخد اكبر كمية يقدر يستبع بها من فيزود فيزود فيزيد بكمية كبيرة جدا. ويشتغل عليه البكتيريا ويحوليه او يبانا عندي في الكون zero بكمية كبيرة جدا. ودي في جزء منها خمسةرجمة يروح في اليورين. فكمية اليونبري aquele تحتروح في اليورين حتبقى اكتر من الطبيعي. فنتنزل في اليورين. وفي اليوربريونجين اللي هو الاساسي اللي بيتحول لسيركوبلنجين بكمية كبيرة جدا. يبقى انا عندي فورميشنوف Ratan con by Sugdeep leggib어침 بكمية كبيرة جدا في السطول. والسيركوبيلنجين دهル بتجيني لون ال svRb epidemijin. يبقى انا نزلت كمية السيركوبيلنجين عالية. هتحولت السيركوبيلين عالي في السطول فخلت لون السطول بني غامق او بنون علي دارك براون سطول تمام طيب دي قصة الهيموليتك جندس طيب ايه قصة الهيباتك جندس كباثوجينيسس الهيباتك الديزيزة ليفر بيحصل فيها امبيرت لكل الليفر فانكشن ازاي الليفر مش هيقدر يعمل لكل الهيمبلوروبين اللي كايلو هياخد شوية بس لانه ديزيزة فبقى عندي جزء من الهيمبلوروبين هيحصل له اكمليشن في الليفر لاني مش هقدر عمل ريابتيك كله بالاضافة الى ان الهيمبلوروبين اللي انا بدأت اعمله اكستراكشن واخده من البلاد ودخلوا على الليفر وصنعوا الى كل بيليوروبين الى ان الليفر ديزيز ديزيز وإديمتاس فيها إديمة فبتبقى ضغط على بعضها وبتبقى عاملة اوبستراكشن اثلة اللي موجود بين خلاياها فيبتدي يحصل ديفيوجن بكل بيليوروبين اللي تصنع فيه الليفر باك تو ذا بلد فبقى كده عندي في البلاد اتحكتين جزء هيمبلوروبين اكتر من طبيعي وجزء تاني بكل بيلوروبين يبقى انا كده في الهيباتيك طيب انا عندي نوعين من البيليوروبين الهيمبلوروبين والكل بيلوروبين موجودين في البلاد طيب لو انا سألتكو الهيمبلوروبين اللي كدر في الدم ده ده مش موجود مشكلة انه هو بس ده يديني السفرار او الجندس لكن مش هيوصل ليه اليورين لان احنا قلنا لكن الكورب الي بدا يحصل ببلاد بيتزر فيه اليورين وبيديني بتاعت اليورين فهنا بنقول ان اليورين البول بتاع الشخص البيشنط ده بقى اغمأ من الطبيعي بقى دار كده نورمل اوكي الكل بيلوروبين لانه بدا يحصل بباك ديفيوزوز بلاد ما بقاتش الكمية الكافية انها تنزل في البايل وتنزل في الانتستين فانا ما صنعتش السركوبيلينوجين كافي والسركوبيلينوجين ده بيتديني الكالر بتاع السطول اللي هو البراون فبقى عندي السطول الافتح من الطبيعي فبنقول عندي اليورين اغمأ من الطبيعي والسطول بتاعي افتح من الطبيعي اذا ما احنا نشوف الكلرز دلوقتي النوع الثالث من الجونتس الوبستركتف احنا قلنا انه في بستركشن لكومن بايلدكت بيقول او في بستركشن بالهدف سبين كرياس ايه اللي حصل في الوبستركشن ده الوبستركشن ده الليفر تمام سليم ومعديش اي هموليسس فالليبر عمل ابتك لكل الهم بالروبين الموجود وصنع كل بالروبين وكان جاهز انه ينزله الى البايل وينزله من الليفر ينزله في البايل والبايل يروح على الانتستل لا سكت البايل انه ينزل على جوه الانتستل وبستركشن مقفولة فما فيش فلو للبايل هيروح على الانتستل ويبدأ يحصل الاكيميليشن للبايل اللي هو خلاص بأكله كل بالروبين لأنه صنعته كلب الوربن يتدي يحصل أكيميليشن وستاجنيشن جوه البليري باسج نفسها الموجودة بالليبر في مصطلح ما يسمى بالكوليستيزيس ويبتدي يحصله رجرج ويرجع تاني على البلد باكفلو توزا بلد باكفيوجين توزا بلد فساعتها بيبقى عندي زيادة للنوع اللي هو الكلب الوربن في البلد يبتدي يزيده كلب الوربن في البلد بكمية كبيرة جدا وانا عارفة ان هو بيحصله ويروح في اليورين ويخلي اليورين مور تارك فبقى عندي مور تارك يورين طيب هل أنا عندي اي كلب الوربن وصل الانتستم من البايل نو اتقول ما عنديش خالص طب ايه هاين في عصان عيوروبلينجين لأ طب هاين في عصان عستيركوبلينجين لأ فما فيش استيركوبلينجين نازل في الستول خالص فبقى الستول لونها فيريبيل او بيسموها كلايستول اوكي يبقى انا عندي فيري تارك يورين في حالة الابستركت بنتيجة مور كول بيلوروبن نازل وفي نفس الوقت عندي فيريبيل استول اوكي طيب نراجع برضو الكلام ده تاني البلد هلاقي في ايه في حالة الهيمولاتيك جوندس وحالة الهيمولاتيك جوندس انا عندي مور هيموليسز اند مور فورميشن الهيمبيلوروبن اوكي فالهيمبيلوروبن اللي انا بلاقيه ده هعمل تست اختبار اسمه هلاقيه بيديني هنعرف دلوقتي الرياكشن ده بنعمله ازاي الانداريكت الرياكشن عشان كده كنت لما كنت بسمي الهيمبيلوروبن كنت بقول لكم ليه كذا اسم اسمه هيمبيلوروبن او الانداريكت او الفري او بنقول عليه انكونجيوكيتد هو ليه اسمه انداريكت لانه بيديني انداريكت الرياكشن مع تست اسمه بالاضافة انا هشوف ايه تاني في البلد هشوف علامات تدل على ان فيه هوموليسز او انيميا من ضمن هذه العلامات لو انا عندي سفيروسايتوز هلقي خلايا شغلها سفيروسايت لو انا هلقي سيكلسل انيميا هلقي خلايا شغلها سيكلسل انيميا لو انتوا فاكرين انه كنا منقول لما بيبقى عندي هيمولوتك انيميا بيبقى عندي لخلايا اسمها فعندي انجريز برضو موجود في البلد طيب الهيباتيك انا هلاقي انه نوع في السيرم انه نوع من انواع البيلوروبين في السيرم احنا قلنا الهيباتيك هلاقي نوعين الليفر كانوت ريابتيك اول فيهم بيلوروبين فبقى عندي شوية هيمولروبين موجودين في البلد ما حصلوا مش ريابتيك لان هو ديزيزة الليفر الحاجة التانية ان الديزيزة الليفر ده ادي ماتس سيلز فاي عمل فورميشن لكل بيلوروبين بيحصل لها بك دوفيجن تاني بي بقى فيه شوية ميلد بلد بيليل اوبستركشن زيو زي بس مييلد بيليل اوبستركشن فبيعندوا بك دوفيجن لكل بيلوروبين فانا عندي تو طايب من الهيباتيك من البيلوروبين موجودين في الهيباتيك جندس اسمهم الهيمو اند وبالتالي الرياكشن هنا هديني رياكشن صنائي لانه تفاعل بتاع الهيمو والكول بيلوروبين فانا عندي هنشوفه دلوقتي في بينما كنا عنده نوع واحد فقط موجود فيه هو بسبب لكل البيلوروبين اللي التكون في الليفر كان عامل لكل الهيم بيلوروبين وصنع كول بيلوروبين لكن جاي نزله جوه البيل وينزل الانتزدن لقى السكة مقفولة فرجع الكل بيلوروبين كله باك تو ذا بلود فزياجة الكل بيلوروبين في البلود دي تديني رياكشن اسمه دايركتر رياكشن مع الفندن بيرج تست بالاضافة الى ان في علامات تانية هنلاقيها موجودة في البلود لما انا عملت اوبستركشن لكومن بايل داكت فالبيل كله حصله باك تو ذا البلود ففي جزء منه كان كول بيلوروبين في انزيم موجودة اسمها الالقلين فوسفاتيز انزيم كانت موجودة في البلود تتدي تزيد هي كمان في البلود في عندنا ايه تاني موجود في البلود البلود صلاة برضو باك ديفيجنتو زا بلودو تعملي مشاكل البلود صولز دي بتخلي الواحد يحصل له نوع من انواع الهرش ايتشينج او بيريوريتس في الواحد يحصل له براديكارديا وبتعمل انبيشان الكاردو انبيتوري سنتر فبرضو دا سبب انها تعمل براديكارديا بيها تعمل براديكارديا وفي نفس الوقت هيبع عندي مشاكل تانية ان البلود صولز دي موصلتش للانتستن فبقت عندي مشاكل في في الضيجيشن وضيفات عند الابزورشن وضيفات فالفات بينزر في الستول ويعملي ما يسمى بالفاتي ديارية او السياتو ديارية السياتو ديارية هتاخدوها في الابزورشن ان الستول بيبقى ثاتي ستول ويبقى عندي مشكلة في الابزورشن او في الادك فيتامين ال اي ان الدي ان ال اي كي ان دي او كلها مشاكل بلاس الجندس اللي يحصل بسبب الابزورشن لكومان بايل داكت والاضافة الى ان الشخص ده بيعاني من كونستي بيشن كتير البيشن اللي عنده ابزورشن في كومان بايل داكت لان البايل صولز دي كان اخدناها من دمن الفانكشن بتاعتها نهل اجزيتف فيحصله كونستي بيشن بالاضافة الى ان الستول بتاعته غير انه فيها فاتي استول بيحصل فيها بيترفاكشن للبروتينز بيحصل تعافهم للبروتينز لان احنا خدنا البايل صولز بتساهل على عملية الهضم بتاعت البروتينز فدي كلها مشاكل بلاقيها في حالة الابستركشن لكومان بايل داكت عايز اشوف اليورين اخبره ايه؟ عشان افرق بين اليورين بدعا الشخص الهيموليتك والشخص الهيبات الجوندس والابستركت الجوندس هياخد عينة فريش بيورين من كل واحد فيهم اولا الهيموليتك تقي مشكلته هل الهيم بالروبيل اللي كاتر عنده في الدم د ده نزل في اليورين لا ما نزلش في اليورين لانه كان فلطريد والرينا الجلمني direيoug او حتى البلال بريمبارير لكن انا عارفة انه كان في مور فورميشن للقول بالربيل وكان في مور فورميشن للồi وبروتينجيا والير او بيزل في اليورين اليورين ما بيغمقش اليورين زي الكوربليروبين فبنلاقي الأشخاص اللي عندهم امراتيك جوندس بيبقى اليورين بتاعهم نورمال نورمال أتفرج لكن بعد فترة ممكن مع كونتر اليورين بيبقى اكسودايزت شوية ولونه بيغمق عن اللون الطبيعي لكن ما بيوصلش لدرجة غمقان شديدة زي بتاعة الهيباتيك زي مادة الكوربليروبين نفسها اللي بتنزل في اليورين الهيباتيك جوندس كان فيه تو تايب من البيليوروبين في البلد هيمو أند كول بيليوروبين لكن مين اللي بينزل في اليورين؟ اكشوالي كول بيليوروبين كول بيليوروبين ده اللي بيغمق لون اليورين فأصبح دارك براون دارك براون اليورين فالعيان البيشانت يجي يقولك أنه لون البول بتاعي متغير أو أنا حتى أسأله هلون البول بتاعك متغير يقولي او لون البول بتاعي متغير بقى شبه تي او كولا لايك يعني شبه البيبسي لون البيبسي او لون الشاي لونه دارك براون ودارك براون مع بداية زيز مع بداية الجندس على طول لكن الهيمولاتيك لو هو لونه هيغمق بسبب اليروبلينوجين فهذا بيبقى بعد فترة هال الابستركتف بتاع اليورين اخمق بكتير من الهيباتيكلي لانه مين اللي كول بالروبين النازل في اليورين بكميات كبيرة جدا الهيباتيك انا عندي شوي كول بالروبين نازلين بسبب في عملية الابستركتف ده انا عندي نفسها فكل كول بالروبين نازل في اليورين it is very dark brown it is severe type من الجندس الابستركتف بيبقى فيه very dark brown يورين and very pale زيزة ما احنا هنشوف في السلايد البعض كده دي صورة توريك منظر النورمال اليورين ان الدارت يورين وفي حاجة اسمها يورين كالر تشارت درجات من اختلاف درجات اليورين ممكن اخد عينة من اليورين بتاعة البيشانت وحطها على الاسكيل الكادول بتاع التشارت ده اعرف هو في انهي درجة من الدرجات واعرف اللي هو كده عنده مشكلة عنده جونتس والعنده دي هادريشان والعنده ايه المشكلة اللي عنده الستول في الهيمولاتيك جونتس بيبقى دارك براون او دي براون بسبب انكريس الفورميشن الفستيركوبيلين اللي هو يتحاول استيركوبيلين طيب الهيباتيك هيبقى الستول بتاعتها افتح منه بيبقى بنقول عليها الهيبيلر ده نورمال عشان نقص الفورميشن الفستيركوبيلين لان احنا قلنا ان اغلب الكل بالروبن اللي يتكون حصله باك ديفيوجن للبلد فما فيش كمية كل بالروبن كافية نزلت لكن هي في جزء منها نزل لكن مش كافي فالستيركوبيلين بيبقى قال من النورمال فبيبقى الاستول بيدر ده نورمال باصه فم دي لفورم دو 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 زي انتستن فانو فورميشن ليوب رسينجن وانو فورميشن استيركوبيلين اتاول فابسنت للاستيركوبيلين في الاستول فبيخلي الاستوار فيري بال استول ابنقول عليها كلاي ستول والصورة القدامكو ده واضح اكولر بتاع الفيري بال فتحة جدا عملا زي عاجينة السلصال كدا طيب الكلينيكال بيكتشر عندنا الخاصة بالهيمولوتيك جوندس أعرفه إزاي أولا الشخص ده بيعيني من ساينس وفزي أنيميا كل علامات الأنيميا عنده اللي هو بيبقى عنده إحساس بالدوخة تعبان وإجهاد فتيج لو أنا أخذت عينات البلد بلاقي ساينس وفزي أنيميا وأعرف نوع الطيب وفزي أنيميا بقى على حسب هل هي سفيروسايتوز هل يجي خلايا سفيروسايت لو هي السيكلسل هل يجي خلايا السيكلسل أو شخص السلسيميا قلنا إن البون مارو بيبقى مور أكتف لخلايا راتيكلوسايت لو قلنا عليها راتيكلوسايتوز بيبقى فيه إنكريز بتاع السبليم بسبب أنه ده السبليم بتاع دستركشن الأربسيز فبفيه سبليم وميكالي الهيمولوتيك أنيميا ما فوش إتشينغ خالص والليفر فونكشن بتبقى كلها سليمة لأنه مفيش أي مشكلة ناحية الليفر النوقة الثانية الهيباتي جوندزة والهيباتي وسيلورال هلما أعمل هلما أعمل الليفر فونكشن تست هلقيها كلها امبيرد بشوف الإنزاينز بتاعة الليفر البلائي أن برضو بيبقاش فيها إتشينغ أو ممكن اللي بسبب أن ما بيهاش مور جارجة للقول للبالسولز زي في حالات الأوبستركتف الأوبستركتف جوندز أهم ما يميزه أن في بريوريتس اللي هو الإتشينغ بسبب الدفوجن بتاعة البالسولز في البلد ودفوجن البالسولز للبلد برضو بتأثر على الإستينو بتعمل لها إنهيبشن بتعمل إنهيبشن الكاردوينيبيتوري سنتر استيميليشن الكاردوينيبيتوري سنتر فبيحصل بلاتي كاردية فيه الحرب في السم تايم أن عملية عدم وصول البالسولز إلى الانتستن بيأثر على عملية الديجيشن للفات فالفاتي البرودكت تنزل فيه للسولز يديني فاتي ديارية أو استياتورية at the same time no absorption للأديج بيتامين المحتاجين إلى فات في الأبزوربشن ويأهمهم فيتامين كي فيبتدي شخص دي وعيني من علامات النقص في فيتامين كي هي البليدينج تندنسي and other deficiency other signs of البايتامين فيما معي بمعي البروتين زي نفسها النازلة في الستوب تبقى فيها تعفون بروتين بيترفاكشن ففيه ريحة سيئة الفاندنبرج فده بنقول علي direct reaction والتفاعل هنا حصل بين الكلب الروبن مع السبغة يبقى هو أساسا من وجوده كلب الروبن فقط وجوده كلب الروبن فقط ده وستركتف جوندس يعني عشان كده بيقولي ان الوستركتف جوندس بيديني direct reaction مع البندنبرج تست طيب لو اللي حطيت serum patient على ومدنيش اللون pink خالص غير بعد ما أضفت الالكوهول فده بنقول علي indirect reaction وهنا بسبب تفاعل الهيمبلوروبن فقط الهيمبلوروبن موجود في حالات الهيمولويتك جوندس يبقى ده indirect reaction بيدين هيمولويتك جوندس طب أنا لي لما حطيت الالكوهول الدني color pink color بسبب أن الالكوهول ده بيعمل spread من الالبوم يفصله ويخليه free ويخليه تفاعل مع السابقة فبيديني pink color يبقى لو محصليش pink color غير بعد إضافة الالكوهول يبقى ده indirect reaction وده بسبب وجود الهيمبلوروبن أساسا ده في حالات الهيمولويتك جوندس طب لغة حطيت serum patient حطيت عليه الdayazory agent إداني pink color وبقى إضافة الالكوهول برضو color ازداد غمقين بقى مور pink color يعني intense color غمق جدا فده دليل إن هو عنده نوعين من البلوروبن الهيمبلوروبن وده بيحصل في حالات الهيبات اللي أنا بقول عليه هنا بقى ساعة الرياكشن ده بقول عليه باي فيزيك رياكشن حينا ما بياخدوش السيرة ممكن ياخدوا الفريشلي يورين برضو يعملوا بي الرياكشن ده فيه أنواع من أنواع الجوندس بتحصل فيسيولوجيكال بنوعلي فيسيولوجيكال جوندس أو نيونيتا الجوندس ودي أخدنا فكرة عنها لما كنا بندرس البلد مدير البلد إن الطفل في نيوبورن أو نيوبورن خاصة لو كان تورم إنفانت ولد قبل المعيد أو في بعض في الأطفال العاديين عامة بيحصل عندهم فيسيولوجيكال جوندس في خلال أسبوع أو أسبوع ليهم ده سببها إيه سببها إن بيبقى ليفر لسه إماتيور مش كافي من ناحية الماتيوريشن فبيبقى فيه إنظام المسؤول عن الكونجيكيشن البيلروبن فبيقتر الهيمبلوروبن في البلد لأني مش قادر أعمله أبتيك ولا أعمله كونجيكيشن فيزيد الهيمبلوروبن في البلد ويديني الجوندس فده بيعتبره نوع من أنواع الهيمبلوريتيك جوندس لكنه أكشوالي هو هو فعلا نتيجة هيمولوس للأربسيز ما احنا قلنا بعد أول أسبوع من اللايب بيتتدي الأم ما تعانيش اللي بيتدي الطفل خلاص يعتمد على نفسه في الرسبيريشن فما عادش عنده الفيسيولوجيك الهيبوكسي اللي كان بيشعر فيها ديورينج وجوده في رحم الأم فالمور أربسيز اللي عنده كتيرة دي كلها بتتكسر واللي كان نوع من أنواع الهيمبلوريتيك جوندس فعلا والليبر ما بدرش يتعامل مع كل كمية الهيمبلوربين الموجودة وخاصة انه برضو بيبقى فيه المتوريش للليبر فما فيش كولوكورني ترانسفريز الانزيم الكفاية فبيبقى عنده وبتدي يظهر عنده الصفرة في خلال أسبوع طب أنا أسيبه يعني هو عنده الصفرة دي ولا أحاول أسعده بحاجة عشان أقل الصفرة دي أو بحاول أسعده بأننا بعرض الانفانت الرضيع ده لبلو لايت موجود في الحضانات وليس النيون العادي لأن البلو لايت ده الأشعة بتاعته بتتميز انها بتعمل بتفصل البيدروبين عن الألبوم انه بتعمل ديسترقت النوع بتاع الهيمو البيدروبين اللي بتحوله إلى نوع آآ ووتر سوليبول فكان آآ باستو دي يورين وينزل فيه الباير وينزل فيه الستول والطفل ده يخلص من الجندس مع العلاج تحت الأشعة الزرقة وبلو لايت لكن من المهم جدا أننا الطفل ده ما تدهوش أي نوع من أنواع أدوية السالسليتز أو السالفة للجندس هذه الأطفال لعندهم دراكس دي بتفصل بتعمل من الألبومين ويتخلي ويبقى وساعتها يقدر ويدخل على كورتكس بتاع الطفل القشرة المخية بتاعته ويعمل لبعض من الموجود تحت دي مهم جدا في الموتور كوردينيشن زي ما تاخدوها في السي ان اس بعد كده ويحصل مرض اسمه الكرنيكترس وطبعا الطفل ده بيبقى 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 عنده بعد كده في انواع من انواع الجوندس بنقول عليها الكونجينيتال جوندس وهي نان هيموليتيك او كونجينيتال هايبر بيليوربونيميا دي اسببها اسبب ان هي في تفارات بتحصل في جين المسؤول عن تصنيع الانزايم الوغلوكراين ترانسريز انزايم فيبقى عندي ناص في جوندس انزايم ففي مشكلة في الكونجيوكيشن اللي بتحصل ويزيد الانكونجيوكيتب بيليوربين في الدم لكن مش بسبب هيموليسس خالص مش بسبب ان كترت الهمو بيليوربين في سندروم اسمها جالبرت سندروم زي ما احنا قلنا هو بيحصل طفرة ميتيشن زي في الجين اللي هو اللي بيسموه الجوندس انزايم اللي هو يو دي بي فلما بيحصل طفرة في الجين المسؤول عن الانزايم ده يبتدي يقل عملية الريابتاك بتاعت البيليوربين ويزيد الهمبولروبين والانكونجيوكيتب في البلود ويبتدي يعمل لي الجوندس وغالبا بيبقى الشخص دوت اسمتماتيك بيضر عليه يعني بيعانيش يعني من تندر ليبر او مفيش سمتمش يقدر يعاني منها قوي لكن هو غالبا بيبقى بس مقرد عنده شبه الجيلبرت سندروم سندروم تانية اسمها جريغلر نكار سندروم ودي في منها تايف ان بيبقى في للانزايم بيبقى في الجين برضو المسؤول عن فما بيكونش اصلا وهنا بيبقى وبيحصل في دس وفي بيحصل في ولكن منه بيبقى يعني وبيبقى في نقص بس وابتظر عليه علامات الجوندس بسبب نقص الجولكولات رانس فريز واكيمليشان افل هيم بالروبن في البلات اخر سندروم الدوبين جونسون سندروم ده برضو انه من انواع الجينيتك ديزيز وهو رير شوية بيكتر موجود اكتر حاجة في الناس الجابانيز والجوش اليهود وهو بيبقى مشكلته ان في الجين المسؤول عن عملية نقص نقل الكل بالروبن عملية الكل بالروبن بعد ما حصل له الى انه ينزل في البايل وينزل في مشكلة السكة دي وقفة فبيبقى في زيادة في عنده بكمية كبيرة جدا في بتاعة الليفر وتغم مقلون الليفر تخليه زي ما انتو شايفين في الصورة كده واللي باتو صعيب بعداش قدره تتخلص من المكون من قويها في يبتدي حسن الوكموليشان في البايل كان الوكيل ويزهر لي الليفر